اشتركوا في القناة جهود الاصلاح بارادة حرة فاعلة خمائل الانجاز لفائف مزدانة تجتمع في وسط بناء مملكة شاهق حاببها التمدن ورافقها التحضر وسكنت بين اعمدتها انتعاشة رقي وتطور لا تهدأ وثيرتها ولا تستكين لكل ما قد يحل معيقا امام خطواتها الواثقة في ان تكون انموذجا للعيش الامن والتعايش فيما بين جميع الاطياف المجتمعية التي تستضل تحت مظلتها الممتدة كامتداد تاريخها التليد دولة حديثة ناصرها حب القيادة للشعب وسعيها الدائم في تسجيل انجاز تلو الانجاز يطال متنوع المجالات الحيوية التي تتوكأ على عافيتها جسد بلد لا يخف ولا يضعف تدفق الدم في جميع اوردته المتعافية ولعل الوريد السياسية احد تلك العروق النشطة التي تمد بدن مملكة ارض الخلود باكسجين الحياة الذي يبقيها صامدة غير متباطئة عن تحقيق اهدافها المنشودة انجازات سياسية تعرض ذاتها بالجملة كانت وما زالت عنوينها بارزة بروز الشمس في وضح النهار فميثاق العمل الوطني الذي انير لمسيره عبر المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه خير دليل دامغ على ذلك فهو من اصبح واقعا مشرقا تعالى في افق الوطنية المثلى التي بدت واضحة عبر تكاتف الشعب والتفافه حول قيادته داعما جهود الاصلاح بارادة حرة فاعلة رافقها الطابع الديمقراطي حركت بفعل فلسفة عامة ساهمت في تشكيل المقومات الاساسية للمجتمع البحريني ونظام الحكم الخليفي فيه التعديلات الدستورية عام 2002 التي حلت على صفحات دستور مملكة البحرين الصادر في العام ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف استطاعت تنظيم العلاقات والشؤون الخاصة بالمملكة بحققة شكلا آخر من التآلف والانسجام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية متوجهة نحو تفعيل الحقوق الاساسية والحريات العامة عبر إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2014 توطيد سيادة القانون والعدالة صورة أخرى من صور التميج السياسي بثوب قانوني إذ راع المشروع الإصلاحي ضرورة إنشاء محكمة دستورية تعنادون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين ولوائح الدعاوى المقدمة إليها فضلا عن إنشاء النيابة العامة المختصة بحل القضايا المجتمعية والبت فيها إضافة إلى تأسيس مكتب مستقل للأمانة العامة للتظلمات معهد البحرين للتنمية السياسية أريد من إنشائه تعزيز المشاركة السياسية والأخذ بيد الحريات المدنية والسياسية والثقافية نحو سقف عال لا تركسه ضوابط معينة ناهيك عن توجيه الاهتمام الكامل للمرأة وتفعيل دورها في العملية السياسية وغيرها من الشؤون الهامة ليضم المجلس الأعلى للمرأة كامل طموحاتها منتمية له ومدافعا عنها ولم ينسى المشروع الإصلاحي ضرورة التركيز على عنصر الشباب وعناية فكره واحتضانه بالشكل الذي يتوائم مع دوره الفاعل في استمرارية عجلة التنمية المستدامة لتلفزيون البحرين محمد رشادات